كشفت وكالة رويترز الجمعة عن عزم وفد سعودي عمني توجه إلى العاصمة اليمنية سنعاء لبحث وقف إطلاق نار دائم مع المسؤولين الحوثيين ونقلت الوكالة عن مصدرين مشاركين في المحادثات قولهما أن المحادثات ستجرى الأسبوع المقبل وتهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في البلاد وضيفة عن المصدرين أنه إذا تم التوصل إلى اتصال فسيعلن عنه قبل عيد الفترة من جهة أخرى كشفت وكالة رويترز أن المحادثات ستركز على إعادة فتحية الموانئ والمطارات اليمنية بالكامل ودفع أجور الموظفين العموميين وعملية إعادة البناء والانتقال السياسي